من موضوع شغلي كل بتعمليه لموضوع حكينا فيه أنا هيك لفتلي نظري عن أولادك يلي هني موجودين بأميركا هلأ ما هي شو دك تقول أن أولادية بدي أقول أنه أنت كنت بأميركا وبدل ما تخلفي وأنه هناك يجي تجي تخلفي تجي بعال الشام صحيح ما كنت مفكرة لا بإقامة ولا بجنسية ولا بحياتي فكرت بجنسية يعني أمريكية عملتي بالعكس يعني عملت عكس كل البشر عن جد يعني كنت بالشهر الثامن أعمل حالي بالخطة الخامس وإنزل ولد بالشام بس للأسف هلأ يعني هلأ بوجود العظيم ترامب صاحب الحريات والديمقراطيات الكبرى في العالم منع السوريين يروحوا قد ما عندهم أملاك أو عيال أو أطفال أو أي حالة من الحالات الإنسانية أو غير الإنسان ممنوع ممنوع طيب كيف عم تتواصل معهم عم تتواصل معهم عبر السوشيال ميديا هي أحد فوائد السوشيال ميديا بالحمام الزاجي هم تتواصلنا صعب كثير صعب مكت صعب بتجيب حمامة بتحط مع مكتوب وبتروح مع بخل حمامتك أنا أصبح أحد فوائد السوشيال ميديا في ميت شغل ويورجيني شعرك في عامله ونختار بتياب سوا ووصل معه على المدرسة بعدين نام وفوق شوف فرق الوقت أنا ويا وأول ما يطلع من المدرسة يحاكيني هيك لا يرجع للمدرسة مع أنه في رغم فرق وقت وهيك مع أنه فرق كتير وقت فكنت انتظره ضليت سنة تقريبا سنة كاملة على هيدا النظام طب هلا إذا يحضروك شو بتقولي لهم بقول لهم قدي أنا بحبكم وقدي بفتخر فيكم والأم مو هي اللي بتضله 24 ساعة فوق راس الأولادة الأم هي اللي بتحاوطهم بالحب والحنان والمعلومة والقيم والأخلاق اللي بتزرع فيهم عن بعيد ولا عن قريب فأنا بفتخر فيهم كتير وكل واحد منهم ما شاء الله الأول على ما درسته برافو 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 الله خليليك ياهم وبنتي سارة من عمر من هي وصغيرة ما شاء الله من 15 يعني هلا بعدها 17 بس من عمر 15 وهي رئيسة اليق اللي هي الحكومة المصغرة بفلوريدا منيح يلا تحشين تحشين عبا كتير تحشين مضبوط قيادية سوزا وين تروح وتيجي بلبنان أكتر شيء بلبنان بروح على داون تاون بروح على حبيته داون تاون تاون بروح على بعقلين عشوف بروح على كتير أماكن أم تشوفي صور المرشحين على الطرقات طبعا كتار الله يعينكم شو رأيك شو رأيك بالشعارات الانتخابية يعني أنتو عن كون هيك شي مثلا بس كون في محل ما في بلد عربي ما فيه هاي الشعارات أنتو عن كون بلعبوا على الحكي مثلا عنا مش لها درجة بس عنا مثلا يلعبوا كتير على الحكي مثلا صوتك فيصل صوتك منصور بدك نقولها بدنا نقولها نتخبو نبيل يعني على أسماء المرشحين